إخوتي أخوتي المواطنين التوانسة المقيمين بالخارج اليوم تنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية في الخارج في ظل ظروف تحول فئة العرس الانتخابي إلى مأتم انتخابي ونكسة للديمقراطية التونسية اللي ماتوا من أجل تكريسها مئات التوانسة حملة انتخابية في ظل ملاخات استبدادية وإقصال المنافسين بطريقة مفضوحة جلبة العارة تونس وفي ظل اعتقال مترشحين وأحكام ظالم عليهم وعلى عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمواطنين في محاكمات ما كانتش فيها الحدود الدنيا من ضمانات المحاكمة العادلة في ظل المناخات هذه قررت أنا عماد محسن الدايمي المترشح الشرعي للانتخابات الرئاسية التوجه إليكم بمناسبة انطلاق الحملة بخطاب الحقيقة والأمل احتراما لكم باعتباركم جزء لا يتجزى من تونس وباعتباركم جزء من الحل والتغيير اللي نطمحوا ليه للأسف الشديد التونسي في الداخل مكبوت وممنوع ليه يحلم بتغيير حقيقي ورغم هذا برشة يقاوموا ويعرضوا في رواحهم للخطر لكن انتم توانسة الخارج اللي غالبيتكم العظمى عايشين في مناخات حرية صوتكم لازم يوصل وصوتكم مهم برشة في المعركة متاع التغيير والإصلاح وإعادة البناء حتى ذا الجو اليوم ضبابي لازم نتمسكوا بالأمل لأن التغيير قريب وتونس مش ممكن تبقى في الوضع البائس هذا أشهر أخرى مش سنوات أخرى الغالب سمى ناس تشوف فيكم فقط مصدر للعملة الصعبة وسواحوا أولاد بلاد لتحريك الاقتصاد في الصيف والحال أنكم شراكاء في بناء مستقبل تونس بنفس المستوى ونفس المسؤولية دوركم مهم برشة في إيفادة تونس بخبراتكم وتجاربكم ومعارفكم اللي تحصلتوا عليها في بلدان اللي قامة وقادرين تربحوا تونس برشة وقت في جهود إعادة الإعمار وتحديث الاقتصاد وتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي والمساهمة النوعية في جهود رقمنت الدولة ومشروع تحويز تونس إلى قطب إقليمي وعالمي في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أنا نطمح إلى تأسيس مؤسسة فوندسيون تعمل على استقطاب الكفاءات التونسية النوعية الراغبة في الرجوع للبلاد وتسهيل الرجوع وتكفل بكل متطلباته دوركم مهم برشة في الاستثمار في بلادكم خاصة في المجالات التي تساهم في تشغيل اليد العاملة والتي فيها خلق قيمة مضافة عالية الدولة من واجبها تفتح لكم لبواب وتسهل لكم الإجراءات وتعطيكم حوافز وتسهيلات لتسريع الإجراءات وتخفيف ضغط والصعوبات البدايات إذا عندكم أفكار ومشاريع نوعية الدولة يلزمها توفر لكم البيئة المناسبة لكي نفذوها في تونس تونس نحبوها تكون بالنسبة لكم وجهة الاستثمار الناجح مش مجرد انتمع عاطفي وحنين ومرواحة في الصيف يلزم تمثليات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في الخارج يطور دورها في الإحاطة بالجالية التونسية في كل بلاسة وحماية مصالحهم ومواكمة خطواتهم للاستثمار في بلادهم يلزمهم يلعبوا دور أكبر في الإحاطة بأولاد الجالية سواء في التعليم ولا في الرعاية الاجتماعية والقانونية والثقافية لازم التونسي البرة يلقى دعم دولته في المشاكل التي ترضوه وخاصة اللي موجودين في وضعيات صعيبة مصلحة التونسي في الخارج يلزمها تكون فوق كل اعتبار الخدمات الموجهة للجالية يلزمها تتنظم وتتطور وتتحول في أغلبها إلى خدمات إلكترونية عن بعد تسهل عليكم التعامل مع بلادكم الخارج سواء كانت خدمات إدارية أو ديوانية أو قنصلية أو اجتماعية لازم كل شيء يكون إلكتروني وسريع باش متلقوش الصعوبات اللي تتعبكم في كل مرة تحبوا تعملوا حاجة في تونس التكنولوجيات الحديثة موجودة وحال الوقت نستغلوها كما يلزم باش نحكي لأيام الجاية على رؤيتنا للإصلاحات في مختلف المجالات وسمع برشا نقاط باش تستفادوا منها مليح كما تطبيق اتفاقية السماء المفتوحة أوبن سكاي مع إصلاحات هيكلية عميقة للتونسير وللستيان وهذا باش يخلي أسعار الرحلات بين أماكن إقامتكم وتونس تنقص برشا بشكل يزيد يربطكم أكثر ببلادكم كما صار في المغرب الشقيق هذا جوهر البرامج نحب نقدمه لإخوتي أخواتي المقيمين بالخارج وأنا بيدي عديد ربع قرن من عمري لبرة ونعرف اش معناها معاناة التونسي في الخارج من ضعف تدخل دولته واش معناها محبة وارتباط هذا من المواطنين ببلادهم والأم لمحبة الصافية اللي ما فيهاش مصالح أعزائي أنتم بالمستقبل نحبكم تشوفوا للمستقبل وما تبقوش مرهونين في عقولكم وقلوبكم بالمرحلة الحالية اللي مستحيل تطول وباش تنتهي قريبا بعون الله وبالتفاف التونسيين في الداخل والخارج من أجل التغيير المنشود والسلام عليكم اشتركوا في القناة